أعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء استمع مجلس الوزراء في مسال اجتماعه إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح للمجلس علما بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد مؤخرا وزير خارجية جمهورية قبرص صديقة نيكوس خريستو دولديس والوفد الملافق له وفحو المحادثات التي أجراها والتي تعلقت بمجبل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات والميادين كما بحث أوجه التعاون القائم بين البلدين حيث تم التوقيع على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتي البلدين ومذكرة تفاهم للتعاون الثنائي بين وزارتي خارجية البلدين كما بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك في ضو الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة إلى المحافظة على المال العام ودعم جهود تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد وبنان على توجهات سمو رئيس مجلس الوزراء بدعوة رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة لحضور اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة تقارير الديوان فقد اطلع المجلس على عرض تفصيلي قدمه رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة السيد عادل عبد العزيز الصرعاوي وقيادي ديوان المحاسبة حول ملاحظات ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزراء والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2017-2018 والتي تناولت نظم الرقابة الداخلية في الجهات الحكومية التأخر في تنفيذ المشروعات الرأسمالية والإنشائية التعديات على أملاك الدولة حسابات الأصول المتداولة المالية العهد الديون المستحقة للدولة الطاقة الانتاجية للنفط الخام والغاز الحر الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة تحديث الاستراتيجيات واللواحي الاستثمارية والملاحظات الناتجة عن أعمال رقابة الديوان المسبقة كما شرح للمجلس كذلك مقترحات الديوان بشان السبل الكفيلة برفع كفاءة العمل المالي لدى الجهات الحكومية وتلاف ملاحظات الديوان تحقيقا للأهداف التي رسمتها الحكومة بملف تعزيز النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد وقد أشهد رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة بالمبادرة الإيجابية التي قام بها مجلس الوزراء بدعوة ديوان المحاسبة للحضور وإتاحة الفرصة لفريق الديوان شرح تفاصيل ملاحظاته الواردة بتقاريره المختلفة كما أشهد بدعم سمو الرئيس لديوان المحاسبة وتعاون الجهات الحكومية الملحوظ ومصدر من قرارات لمجلس الوزراء مؤخرا وقيام الجهات الحكومية بإجراء تحقيقات وإحالات لهاية مكافحة الفساد بناء على ملاحظات ديوان المحاسبة كما أبدى الوزراء ملاحظاتهم ومقترحاتهم الهدف إلى تعزيز الدور الرقابي للديوان ودعم التعاون بين ديوان المحاسبة والجهات الحكومية المختلفة تحقيقا للأهداف المنشودة وقد أشهد مجلس الوزراء بهذا اللقاء الإيجابي وما تم خلاله من نقاش عملي بناء اتسم بصراحة والوضوح مؤكدا دعمه لدور الديوان وما يقوم به من جهود مشهودة في المحافظة على المال العام والتصدي لمظاهر الفساد ونظرا الاهتمام مجلس الوزراء بالتوصيات التي تقدم بها ديوان المحاسبة فقد قرر المجلس تكليف لجانه المختصة بدراسة السبل العملية الكفيلة بتنفيذها وتحقيق غياتها الوطنية ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ظوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وبهذا الصدد أن مجلس الوزراء مملكة البحرين الشقيقة بنجاح الانتخابات النيابية والبلدية والتي جرت بأجواء ديمقراطية شفافة التي شهدت مشاركة شعبية خلال تصويت أبناء الشعب البحريني الشقيق والتي عبروا من خلالها عن إيمانهم وتمسكهم بتجربتهم الديمقراطية خدمة لوطنهم وتحقيق لمصالحه العليا متمنيا لمملكة البحرين الشقيقة دوام التقدم والازدهار بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وولي عهده الأمين كما تابع مجلس الوزراء بقلق واسف عميقين أنباء الزلزال الذي ضرب الحدود العراقية الإيرانية وآثار الهزة الأرضية الارتدادية التي شعر بها سكان دولة الكويت ببعض المناطق بالبلاد مساء يوم أمس وقد عبر المجلس بهذا الصدد عن صادق تعازيه وبالغ مواساته وتعاطفه لأسر الضحايا والمتضررين جراء هذا الزلزال في جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية سائل المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته وأن يمنى على المصابين بالشفاء العاجل كما عبر مجلس الوزراء كذلك عن خالص تعازيه ومواساته إلى فخامة الرئيس برهم صالح وإلى الشعب العراقي الشقيق جراء السيول التي ضربت عددا من محافظات عراق مؤخرا والتي راح ضحيته العشرات من القتلى والمصابين سائل المولى القدير أن يرحم الضحايا ويلهم ذويهم الصبر والسلوان كما دان المجلس التفجير الإرهابي الذي وقع في سوق جنوب العاصمة الصومالية مقديشو مما أسفر عن وقوع قتلى وجرح مؤكد الموقف دولة الكويت الرافض لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع كافة الأديان والقيم والأعراف الإنسانية كما عرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لحادثي تفجيرين الإرهابيين الذين استهدفوا احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف بالعاصمة الأفغانية كابل ومسجدا شرق أفغانستان مؤخرا والذين أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الأبرياء وأكد مجلس الوزراء على موقف دولة الكويت المناهض للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره سائل المولى القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمنى على المصابين بسرعة الشفاء ترجمة نانسي قنقر